أعلنت ولايات فلوريدا وألاباما وميسيسيبي الأمريكية حالة الطوارئ بسبب تحرك العاصفة البرتو شبه المدارية شمالاً تجاه ساحل الخليج في الولايات المتحدة مما ينظر بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات اليوم الاثنين وتوقعت الهيئة القومية للأرصاد الجوية الأمريكية بزيادة قوة العاصفة وإطارتها لرياح قد تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة اشتركوا في القناة